السلام عليكم النهاردة قبل ما نبدأ الفيديو لازم نصلى على حبيب المصطفى ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهلي وأصحابيها أجمعين ونبدأ الفيديو اللي معنا أو الوصفة اللي معنا ان شاء الله الوصفة اللي معنا هو الرز بلبن بطريقة حلوة جدا وكريمي بصوش ومكشكش ازاي بجد طحفة جدا زي اللي بنشتري من بره وأحلى وأطعم كمان والنهاردة فيه تكاية كده حلوة هنضيفها برضوك في الرز هتخلي طعم طحفة قبل ما نبدأ الفيديو ياريت الأول مرة يشوفي القناة عندي يعمل السبس كريب ويفعل جرز التنبيه وما ينسانش في اللايك يلا بقى نبدأ الوصفة بس قبل ما نبدأ الوصفة هدوقوا بقى وأقول لكم رأيه وأوريكم وعمل ازاي بصوا ما شاء الله بجد كريمي وطعم طحفة ان شاء الله جربوا الوصفة دي على ضمانتي وهتعجبكم جدا ونتيجة نكحة مية في المية بصوا عامل ازاي؟ ان شاء الله جامل جدا هنقول بقى كده باسم الله ونبدأ الوصفة معي كده حلع النار وهضيف فيها كباية رز واحدة أنا هعمل المقادير النهار ده كباية رز واحدة على كتنين كيلو لبن كيلو لبن بياخد نص كباية رز أنا الرز ده غسلة كويس جدا ما نقعتوش أنا غسلة بس وهنزل بيه كده في الحلة زي ما انتم شايفين وهضيف علي باقي كباية مية من الكتل مغليين المية المغلية دي هتساعدوا على السوا بسرعة ومش هيخد وقت معك خلص هغطيه بقى كده واسيبه يغلي وطعالوا نشوف اللبن اللي معنا بسطة اهو انا جابة تنين كيلو لبن من عند اللبان لبن حلو جدا ما نغلوهوش علشان نستفق بالوش بتاعه ويعمل لنا الكشكشة اللي هي على الوش دي عشان القشطة اللي فيه لو غالناه كده يبقى فايدوته روحت فاحنا لأ بسطة انا هاجيفه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده طبعا في ناس هتقول البكترية اللي في اللبن لازم تطلع تمام هي هتطلع 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 بالزيادة كمان لان هو هيغلي كذا مرة احنا بنسوي دلوقتي في الروس تاني هقول لكم اللبن ما يتغليش عشان نستفاد بالقشطة اللي فيه عشان نشطة اللي فيه هي اللي هتعملنا الكشكشة زي اللي بنجيبه مبارة بالزبط هنقلب بقى كده لازم نبقى ادينا فيه ليه بقى عشان نرجو زي ملزاقش في قاع الحلة فلازم يبقى ادينا فيه كده ونفضل نقلب فيه طبعا احنا بنقلب فيه هتلاقيه بيغلي معاكي فالبكتريا اللي فيها هتطلع تمام كده هاللي بقى فيه كويس ولازم كده تأكد ان هو مش لازق عندي في قاع الحلة بصوا بقى بيبتدي يغلي اهو اقلب بردوك تاني علشان ما ينزق شماعية ويبوز هجيب بقى الزبطولة وهنزل بقى الحروف كلها كده اللي في الحلة دي علشان ما تعملش قشرة يبقى تعمام الزريف بصوا بقى بيغلي ازاي هقلب بردوك عشان ما يفورش مني نازم اقلبوك كده كويس كل ما تقلبي هتلاقي الفوران ده نزل معاكي واتأكد زي ما قلت لكم ان ما فيش رز لازق في قاع الحلة من تحت هنزل بردوك كده باللسبتولة بصوا بقى عامل ازاي طبعا انا كل شوية ايدي فيه منفعش ان انا اسيبعه النار هنزل بقى كده بالسكر نص كوباية سكر والسكر طبعا حسب الرغبة في اللي بيحبه مسكر وفي اللي بيحبه مزبوط فالسكر حسب الرغبة هنزل طبعا كده الجناب دي بصوا عامل ازاي بجد ما شاء الله جميل جدا فيه بقى هنضيب بقى عليه كده الاضافات بتاعتنا وهوريها لكم دلوقتي معايا طبعا اشتة هون بفضل الاشتة اللي بطلحها من لبن لاني بتبقى داسمة وحلوة تمام هاخد اربع معالي ومعايا معلقتين كريم شانتي كبار ومعايا معلقتين لبن بودرة ومعايا معلقة اتنشة واحدة ومعايا نص معلقة صغيرة مستيكة مطحونة ودي هتفرق في الطعم واتخليه طعمه تحفى بجد هادي بقى الاول اربع معالي من القشطة وزي ما قلت لكم انا بفضل القشطة اللي انا شايلها من وش اللبن تبقى قشطة طبيعي كده وبتبقى بصراحة طعمها حلو جدا وبتخلي القوام بتاعي الرز آآ كريمي كده وحلوة جدا هاقلب بقى كده بعد ما حطيت الاربع معالي بتوع القشطة لحد ما يدوبوا معايا وطبعا هاقول لكم انا هاعمل ايه بقى في بقية المكونات اللي انا ورتها لكم اهم حاجة بس تعملوه بنفس القطوات اللي انا بعمل بها دي والنتيجة هتطلع معاكم نجحة زي ما شفتم معايا في اول الفيديو طبعا انا قلبت كويس عشان القشطة كلها آآ تدوب معايا كده وكده تمام نروح بقى نشوف هنعمل ايه في المكونات اللي انا ورتها لكم معايا كده كوباية لبن وهجيب طبعا هتضيف بقى فيه المكونات اللي معايا كريم شانتيه والنشا واللبن البودر والميستيكا بعد بقى ما ضيفت الحاجات دي كلها هبتدي يقلبها كده بالمضرب وهنزل بكوباية اللبن هحط الاول شوية واقلب واحط البقين اهو زي ما انتو شايفين كده وهقلب بقى كويس لحد ما المكونات اللي معايا دي الدوب خلاص كده هبتدي بقى هضيفها على الرز بجد خلطة حلوة جدا نجربوها ان شاء الله هتعجبكم هبتدي بقى هقلب كده فيه اه فيه ناس ما بتحبش تحط نشا وبتكتفي بالرز اه النشا بتاع الرز اه بس المعلقة دي مش هت يعني مش هت مش هتفرق كتير لكنها الطعم الرز وهتخلي حلو انا حطة معلقة واحدة بس ومش كبيرة يعتبر معلقة ممسوحة كده بس بس بقى بيبتدي بقى كريمي بجد حلوة قوي ما شاء الله طبعا انا ادي فيه عشان طبعا الاضافات اللي انا حطتها دي لازم تدوب كلها بص حبات الرز استوت خالص ما شاء الله ودايبة دوب كده معي خلص كده هو خلص معي هتفع لي بقى النور ونشوف هنعمل ايه انا كده معي العلب ديت حلوة جدا بغطى وحلوة جدا بدل ما نجيب اطباق مسلا ولفها بستريتش لأ العلب دي حلوة جدا بتتبع في كل مكان دلوقتي اللي مش متوفر عنده طبعا يحط في اطباق ولفها بستريتش بعد ما تبرد بعدي برضوك ما فيش اي مشكلة بصه عامل ازاي ما شاء الله كريمي جدا هابتدي بقى احط كده في الاطباق اللي معايا دي الطبق اللي معايا ده بياخد كبشتين موسيقى كنم موسيقى بجد لازم تجربوا الوصفة دي لاني حلوة جداً وهتعجبكو بامريل دي. هخلص انا بقى كده زي ما وردتكو بقى الكمية وارجعلكم. كده خلاص اهو خلصت. دستو اعمل ازاي. هسيبه بقى يبرد. وبعد ما يبرد هقفل بقى العلب دي. زي ما انتم شايفين كده. وهدق واحطها في التلاجة. بس لازم يبرد ما ينفعش اغطيه وهو سخن. انا طبعا حطيت العلب اللي معايا دي كلها آآ حطيت فيها رز. وطبق واحد بس هو اللي ايه في رز ما العلب ما كفتش فحطيت البقى في الطبق ده. وهلفه زي ما انتم شايفين كده بالستريتش راب. لازم كده اغطيه تغطية حلوة. محكمة. وهحطه في التلاجة وهوريكو بعد ما يخرج. وبصوا بقى بعد ما اخرج من التلاجة عامل ازاي? وبصوا الوش مكرمش ازاي وحلو? بجد تحفة. وصفة جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكو. بس جربوها ولو رأيكم في التعليقات ويارب بيكون الوصفة عجبكو. وان شاء الله يكون استفدتوا النهاردة من الفيديو اللي انا عملته ده وبتعرز. بجد وصفة حلوة جدا. ومكونات بسيطة موجودة عندنا. ويارب بيكون الفيديو عجبكو. ولو الفيديو عجبكو ما تنسوني ازاي ما قلتلكم في اللايك. واسبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.